اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الجزء الثاني من الحلقة هو اللي حيجوبنا عليها طبعا اهم حاجة حضرتكم وعيدكم تعرفوها ان برنامجنا هدفه المتعة الرياضية يعني انا عايز حضرتك تستمتع بالرياضة طبعا ده الهدف الاول والهدف الثاني هو ان يكون فيه روح رياضية ونبعد عن التعصر وما تنسوش طبعا انت بتتفرجوا على البرنامج يبقى معاكم كوبية الشاي او كوبية العصير وريلاكس خالص وصيبوا نفسكو تماما واحنا هنا بنعمل بحيادية واللي هتلاقوه في برنامج الكورة مع الشانطوري مش هتلاقوه في حتة تانية بمشيئة الله تعالى بدايتنا طبعا كان معتاد بتكون بسؤال الحلقة ما رأيك في ميتشو مع الزمالك حتى الان طبعا حضرتكم بتشاركونا تعليقاتكم وقراءكم على بيج الكورة مع الشانطوري على الفيسبوك وان شاء الله في الجزء التاني مع فاقرة السوشيال ميديا هناخد قراءكم وتعليقاتكم والكابتن حسام عبد المنعم حيرد على حضراتكم جميعا طبعا قبل ما ادخل على الاخبار المحلية هناك اربع رسائل عايز اوجهها لجمهور اللي بتفرج عنها دلوقتي الرسالة الاولى وهي تحية مني للشعب المصري بمناسبة حلول الزكرة العطرة رقم 46 نصر اكتوبر المجيد تحية الارواح الشهداء اللي ضحوا بدماغهم من اجل بلدهم تحية للرئيس محمد انور السادات تحية للشعب المصري كله والجيش المصري العظيم تحية مصر تحية مصر تحية مصر الرسالة التانية معايا النهاردة وهي لاخ وصديق فاضل اخ اكبر وهو رئيس النادي الولمبي المهندس طارق السيد وبقول له مليون مبروك لحصوله على وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مليون مبروك يا بش مهندس انت راجل محترم وتستحق كل خير حاجة التالتة النهاردة معايا وهي خاصة باللاعب محمود عبدالعزيز زيزو نجب الزمالك وبنقول له الف سلامة يا كابتن محمود طبعا ده تالت مرة يعمل رباط صريبي ان شاء الله الجاي احسن ان شاء الله ترجع الملاعب سريعا وتنور مكانك في نادي الزمالك الرسالة الرابعة هي رسالة لذيذة شوية كابتن كهربا موجود في فرنسا بجوار برج ايبل كابتن كهربا لا بصاب يض وحنمشيها قلبه احمر وندخل بقى على الاخبار المحلية الخبر الاول والاهم معانا النهاردة هو الاهل السوبر يكتسح اسوان خمسة واحد في مباراة من طرف واحد وهو ده سبب رئيسي في تقلق الاهلي هو ميستر فيلر ميستر فيلر ابدع امتع اقنع وصل للتوليفة المناسبة مجموعة متجنسة من اللاعبين ميستر فيلر هو اول مدارف في تاريخ النادي الاهلي في اول ست ماتشوات في كافة البطلات بيحقق انتصارات رمضان صبحي بيجيب ثلاث اهداف لأول مرة في ثلاث ماتشوات متتالية ويعتلك قمية الهدفين مع عبدالله السعي الاهلي بقى عنده جناحين بيجيبوا اهداف ميستر فيلر نجح فإن يخلي حسين الشحات ورمضان صبحي يلعبوا بعدما بالعبهم على اطراف دخلهم لقلب الملعب وبقى ويجيبوا اهداف ميستر فيلر ايضا نجح انه يخلي اجاييه بعدما كان كاقابكا يصين او قدنا من الرحيل عن النادي الاهلي انه هو يبقى المهاجم الاول دلوقتي في النادي الاهلي وكل ماتشو بيجيب جون واثنين اذا ميستر فيلر نجح انه هو يعمل شيء في النادي الاهلي في فطرة قصيرة جدا وطبعا هو دخل قدوب كل الاهلوية بداية من المباراة السوبر اللي فاز فيها على الزمالك ثلاثة اتنين ومؤمن ما ننساش كمان الجنود المتقلقة في وسط ملعب النادي الاهلي سواء حمد فتحي او عمر السولية اللي بزيه مجهود كبير جدا وما تنسوش طبعا المتقلق علولي علم علول في الناحي الشمال ورجل كل العصور احمد فتحي وحتى بديله محمد هاني على نفس المستوى ومحمد الشناوي طبعا هو حارس مصر الاول ولكن تظل علامة الاستفام الوحيدة حتى الان في النادي الاهلي هي مشكلة قلبي الدفاع لم يقنع احد ولم ينساجم احد مع الاخر ده ظرا اصابات اقافات ولم يقنع حتى الان قلبي دفاع النادي الاهلي في الماتشار عموما النادي الاهلي بنقول له مبروك اعترقوا كمة الدورة 9 نقاط منفردا لأول مرة هذا الموسم 10 اهداف شراهة هديفية عالية ويا ويلو وصواد ليلو اللي عايز يلعب الاهلي في النهار اسوان قال لك حلعب الساعة 3 كنت رعبته بالليل كان الجو لطيف وكان ممكن لعبت الاهلي تبقى احسن تقهدى من كده هلو سيد محمد عامل ايه سيد محمد رب نجيل الشعر سجندري ازاي حضرتك عامل ايه حبيبي ربنا خليه بنور الدنيا ربنا خليك حبيبي بالتوفيق ربنا يا رفاق كنت تسايل كل خير عالمططوى الصخطي وعالمططوى المهني انت راجل محترف وراجل عشرة عمر يعني انا سأسف اجروحة فيك حبيبي ربنا خليك انا بالمناسبة دي برضو عايز استأذنك انا عامل حتة كده اهداء مني ديك للبرنامج بتاعك ده يشرفني حبيبي ربنا خليك نسمع عبد السود محمد ربنا بجيل هيقول ايه ربنا خليك بتقولك عايز انت مكانك تعرف اخبار الكرة تحليل كل المسات بالصوت وكمان بالصورة لقاط من جوة الملعب وهي اهم المشاهير اصرار بين الكواليس اخبار حصرية كثيرة لازم تشوف ضروري الكرة مع السنتوري اعلامي محترك دايما عنده الجريب اطلوبه مختلف اصلي وما لوش تقليل واللي جاي عنده كثير اعلامي مولود كبير يستاهل يبقى واحد من اصحر المخاهير لازم تشوف ضروري الكرة مع السنتوري ده كتير اوى علينا والله سيد محمد ده اكتر من حقنا بكتير يعني ربنا يخليك ده نفتتح البرنامج باول حاجة تكون حاجة جميلة زي دي انا بشكرك جدا ومش عارف اشكرك ازاي بصراحة ربنا يخليك يا سيد محمد بشكرك شكرا جزيلا حبيب ربنا يخليك خليك كثير ومستو فيه انشاء الله حبيب الخبر التاني معنا الزمالك يعاني مع ميتشو الزمالك يتعادل مع FBC مصر الصاعد حديثا للدور الممتاز المصري واحد واحد الزمالك مع ميتشو فكاس مصر حاجة والزمالك مع ميتشو في دوري الابطال الافريكي والدوري الممتاز حاجة تانية خالص ميتشو في كاس مصر امتع ابدع اقنع ميتشو في الدوري ودوري الابطال بلى هوية بلى اداء بلى اي شيء الزمالك مع ميتشو في مباراة FBC مصر المدير الفني ريح سبعة ثلاث نجوم محمود علاء وفرجاني ساسي ومحمد عبدالغاني على الرغم من ان مباراة للمباراة الاهلي على الرغم من ان هذه المباراة تحت افسي مصر زيها زي الاهلي بتلات نكار ده نوع من انواع الاستهتار بالمنافس كمان ميتشو غير سبع لعبه مرة واحدة في التشكيل الاساسي وده ما بيحصلش في اي نادي انت عايز تكسب انت بتنفس على دوري سبحان مغاير الاحوال ميتشو في الاول غير ميتشو دلوقتي اين وهناك علامات استفهام اين عبدالله جمعة واين حمد النجاز بتوع اطراف السنة اللي فاتت فين هما اين وسط ملعب الزمالك اين فرجاني اين الرباع الهجومي ما هو دور اوباما اين اونج ماذا يفعل بن شرقي كل ده كوم ولماذا يلعب عمر السعيد كمهاجم على مصطفى محمد دي حاجة مش مفهومة على الاطلاق والغريب كمان ان هو ميتشو بيلعب بطيب كل ماتش بينزل الشوت التاني وجف ماتش اف بسي مصر ملعبهوش خالص ونزل مصطفى محمد كتغير وبدأ ابو عمر السعيد هناك مش عايز اقول ازمة جوه نادي الزمالك لكن في مشاكل في الفرقة طبعا الاشتباك اللي حصل ما بين محمود علاء وفرجاني ساسي داخل الملعب في مباراة المقصة ما اعتقدش ان هو مر كده لازم لابد يكون فيه وقفة داخل الفرقة ميستر ميتشو قدامه فرصة زهبية لمصالحة جمهير نادي الزمالك العريقة في مباراة القمة اما في حالة الهزيمة فاعتقد انه ربما يعود الى سيربيا سريعا علامتشو التركيز ولم شمل الفريق مرة اخرى وإلا لن يرحم من جمهير الزمالك نداء من جمهورة زمالك للمستشار مرتدى منصور بخصوص مباراة جيرانيس هنفود اللي حتعاد سواء هتليها في اسكندرية او في القاهرة جمهورة زمالك اللي اشترى تذكر يا سيد المستشار ودخل الملعب والمباراة دوقتي تلاغت يا طرى هاسترد كيمة التذكرة ولا هيتقل بالتذكرة المباراة اللي جاية ده نداء من الجمهور ونرجو من مجلس الدورة نادي الزمالك توضيح هذا الامر لجمهير نادي الزمالك العريقة الاتحاد سيد البلد يهزم المصري بهدف لمحمود ريز عشان يصعب للمركز الخامس بستة نكوات محمود ريزق برضو هو اللي جاب ماتش جونة الهدف بتاع المكسب الاتحاد فوزين وراء بعض طبعا الاتحاد ماشي كويس سعب لدورة الستاشرة في بطولة العربية وحيواجه المحرك البحريني اعتقد المباراة متكافأة لحد كبير وان كان طرف الاتحاد هيكون ان شاء الله افضل ممور اسكندرية مية مية السيد محمد مسلحي ومجلسه بيوفره كل حاجة للجهاز وفي استقرار تام في النادي كابتن طلعت يوسف مدير فني محنك بيقود الفريق ببراعة شديدة جدا تمنى التوفير النادي الاتحاد وكل الاندال المصرية المشاركة في البطولات الافريقية والعربية خبر اللي بعد كده معنا الاسماعيلي يعود للانصارات مرة اخرى على حساب دجلة بهدف تشلونجو اسماعيلي طبعا كلنا عارفين خسر المباراة سابقها من المصر تلاتة واحد بتلات رقالات جزاء احتسابهم للحكم جهات جريشا اسماعيلي قدم اداء جيد امام ودي دجلة استطاع ان هو يفوز اسماعيلي حيواجه الجزيرة الاماراتية ان شاء الله في دور الستاشر للبطولة العربية برضو مباراة متجقفة او ان كان برضو الاسماعيلي افضل ان شاء الله الاسماعيلي والاتحاد يصعدوا في البطولة العربية العاب الصلاة من اخبار العاب الصلاة عندنا ان نادي الزمالك قرر الاستغناء عن استوجلن المحترف الامريكي وده تقريبا كان افضل لعب في الدوري لمصر السنة اللي فاتت وساهم بنسبة تتعخطى الستين في المية في فوز الزمالك بالدوري ولكن عنا ما عرفنا من مصادرنا ان هناك سوء سلوك من اللعب تجاه الجهاز الفني وبالتالي قرر نادي الزمالك الاستغناء عنه وان شاء الله هيشوفه محترف اخر الكرة الطايرة منتخب مصر في بطولة العالم بالمشارك حاليا في بطولة العالم باليابان اللي هي 12 فريق منتخب مصر في المركز السادس حاليا بعد ما لعب خمس ماتشات منتخب مصر فاز على استراليا وفاز على ايران ولكنه خسر من البرازيل وصيف العالم 3-1 بعد ما قدم مباراة ممتعة وخسر من كندا بصعوبة بلغة 3-2 واخيرا خسر من روسيا نظام البطولة بيقول ان منتخب مصر هيلعب مع 11 فريق الاخرين بنظام من دوري واحد يعني بالنقاط كل فريق بيلاعب 11 الاخرين واللي بيحصل على اكبر عرض من النقاط هو اللي بيفوز ببطولة العالم معانا الاستاذ عمر حسين اهنا وسهلا السلام عليكم استاذ محمد حبيبي استاذ عمر اهنا وسهلا اكبر حضرتك ايه انا حبيت اطسل بس اعمل المداخلة دي معاك علشان اولا ابركلك عبطالة جميلة بسم الله من شاء الله يعني وحب ان انا اقولك ان بلغة الاعلام او الاعلاميين او بلغة المزعين الشاشة من واره طبعا بباركلك وطلطك الجميلة دي بسم الله من شاء الله وبتحديك على السبات اللي انت فيه وبتمنى لك كل توفيد اولا انا عايز اكلم اناقشك في نقطة قضية يا بيت بتمنى منك انك تسيرها على الشاشة التليفزيون بشكل حتى ولو ينهيها مش الحلقة دي انا بدعو ان يتعام القانون للرقابة والمتابعة الرقابة والمتابعة رقابة ومتابعة السوشيال ميديا احنا دلوقتي قدامنا قضايا كتير قدامنا فيه مشاكل كبيرة بين جمالي الاهل والزمالي وطغاء وضغاء قدامنا فيه كل ده بسبب السوشيال ميديا المتاحة لأي حد قدامنا ناس دخلاء علينا من البلد والمبرى البلد وهم يرسوا رسال سياسية بيعملوا اضطرابات داخل البلد واحنا مش نقصين احنا بلد مستقرة احنا عايزين نعيش في حياة مستقرة وجو وسلمي تماما عشان نقدر ننتج مينفعش نقف لبعض احنا عايزين نقف جنب بعض زي موقف الزمالك والتحاد الافريقي وطبعا احنا كلنا عارفين انه الظلم لان هو المفروض الفرقة اللي انسحبت يتلغى المطش بس احنا هنقوله يقدر الله ونقدر ناخد من الكلام ده او الموقف ده تحدي جديد لنادي زي الزمالك اللي بيمثل مط ان احنا ناخد مطش الفرقة استدغالية المتعنتة دي اللي معنا عرفش ايه اهدفها في التعانور ده اللي هي لحد دلوقت رفضة انها تلعب المطش بعد ما تأجل احنا عايزين ناخد ان الزمالك ياخد الموقف ده تحدي ويشرف جماهيره ويشرف البلد وانا للمرة اخيرة انا بس عايز قبل ما اقفل المكالمة الجميلة معاك دي اللي اتشرفت بيها معاك اجنال اخد من الاخ الجميل اللي تكلم قبل مني وعمل الجملة بتاعت الشعر بتاعته الجميلة شعر محمد شائر محمد شكرا والنبي التذاكر متاع الجماهير انا لسه مناشد لو انت مركز معانا لسه مناشد المستشارة دلوقتي سمعتك وانا بعيدها وبشوف الموضوع دي انا ياريت بس موضوع القضية بتاعت السوشيال ميديا دي دي حاجة مهمة جدا ياريت انت تتولها بما ان التقلق اللي انت فيه ده والشياكة بتاعتك دي كلها حبيب اشكرا ربنا اوفاك في المحافظة اشكرك خبير ربنا خليك شكرا جزيز والمزيد من التقلق والثبات ان شاء الله شكرا حبيب شكرا شكرا اخر خبر معانا في الاخبار المحلية بتاعتنا ان نادي الزمالك يصعد في بطولة افريقيا لكرة اليد لدور التمانية كاول لمجموعته ونادي سبورتنج اصلا ايضا المشارك في نفس البطولة بيصعد برضه كاول مجموعته في المجموعة التانية الفرقتين صعدوا لدور التمانية وتقريبا كده ان شاء الله هنشوف نهائي مصري ما بين الزمالك وسبورتنج في بطولة افريقيا سؤال الحلقة عشان المتابعين معانا عشان ما ينسوش ما رأيك في ميتشو مع الزمالك حتى الان قرأكم وتعليقاتكم وان شاء الله في الجزء التاني من الحلقة مع الكابتن حسام عبد المنعم حنقرأ بعض منها ونعلق عليها هنطلع فاصل شانطوري ونرجع بقى مع الكرة العالمية ايه هو تروحوا في اي حد موسيقى كرة العالمية اول خبر معنا في الكرة العالمية دايما بيكون اخبار المحترفين المصريين احمد حجازي نقول له حمد الله على السلامة بيوصل مصر للانضمام لمنتخب مصر حمد الله على السلامة بعد ما كان عنده اصابة وعمل عملية في الكاحل احمد حجازي رجع وبيتمرر مع فريقه قوة من لسه ما بيشاركش ولكن بنقول له حمد الله على السلامة طبعا الكابتن حسام البدري استدعاء للمشاركة مع المنتخب تريزي جي يشارك كبديل في فوز استون فيلا على نورتش سيتي 5-1 خارج الديار والمحمدي خارج القائمة طبعا انني وانتوا عارفين الباقي لم يشارك مع بشكتاش طبعا لإقافه 3 ماتشات في فوز فريق بشكتاش على الينيا سبور 2-0 كريم حافظ يشارك مع فريقه في الخسارة امام كونيا سبور 4-1 وطبعا كريم حافظ بيلعب في قاسم باشا التركي نجمنا عمر واردة مع الاريسيا اليونانية تعادل مع ايك اسينا عمر واردة لعب المباراة كلها وقدم مباراة جيدة كمان سام مورسي نجمنا في التشامبيونشيب او الدرجة التانية الانجليزي يشارك مع ويجان اتليتك ويخسر امام شيفلد وينيس داي بهدف نظيف كمان معنا نجمنا بقى فخر مصر وفخر العرب وفخر كل الناس محمد صلاح بنقوله الف سلامة يا نجم طبعا شارك في فوز ليفربول على ليستار سيتي 2-1 ولكنه اصيب في نهاية المباراة بالتوقف الكاحل بنقوله سلامات وان شاء الله الاصابة تكون بسيطة وطبعا هو مش مسترعي في المنتخب ليعطاقه مزيد من الراحة وبنبرك له ايضا على حصوله بالامس في دبي على جائزة نجم الشرق الاوسط مليون مبروك تستهل كل خير انت لعب محترم ونموذج للانسان المصري الجدع طبعا عشاء بقى البريمير ليج الدوري الانجليزي ده معادهم معانا ليفربول يتقلق ويحقق الفوز الثامن على التوالي على حساب ليستار سيتي 2-1 عشان يصعد طبعا يبقى في المركز الاول بـ 24 نقطة ليفربول على بعد مباراة واحدة فقط من الرقم القياسي لمنشستار سيتي بالفوز في الدوري 18 مباراة متتالية ليفربول حاليا 17 مباراة 8 هذا الموسم وتسعى الموسم السابق المباراة القادمة ليفربول اللي حتشهد ان شاء الله معادلته للرقم القياسي للسيتي حتكون صعبة جدا ليفربول حيواجه منشستار يونيتد في الـ Old Trafford في الملعب الشياطين الحوم وطبعا منشستار زي ما حنتكلم دلوقتي بيعاني الأمر ريه وقد تكون هذه المباراة في حالة الخسارة هي الأخيرة لأولين جنار سولي سكاير المدير الفني النرويجي لمنشستار يونيت على النقيد تماما جورديولا والسيتي يمنوا بهزيمة مفاجأة على ملعبهم 2-0 من ويلفر هامتون لأدامة راوري طبعا الهزيمة دي ما تحققتش من 40 سنة آخر مرة ويلفر هامتون كسب منشستار سيتي كان من 40 سنة طبعا يعني ده إنجاز لوحده كمان رقم سلبي تحقق لمانشستار سيتي لأول مرة السيتي من 2016 من مارس 2016 يخسر مباراة ما يحرس فيها أهداف تتآخر مرة أمام منشستار يونيت وخسر فيها وما أحرس أهداف يبقى من 3 سنين تقريبا أو 3 سنين ونص السيتي لم يخسر من غير ما يحرس أهداف منشستار يونيت للأسف يخسر من نيو كاسل بهدف نظيف منشستار يونيت يا جماعة بيعاني الأمرين منشستار يونيت توقف رسيده عند 9 نقاط من 8 ماتشات 2 فوز 3 عادل 3 هزيمة منشستار على بعض نقطتين فقط من مراكس الهبوط في الدوري الإنجليزي منشستار يونيت موقفه سيء للغاية في الدوري قد تكون مباراة سوليسكاير القادمة في ملعبه مع الليفربول هي الأخيرة في حالة خروجه بهزيمة منشستار كمان ابتدى يتحرك عشان يجيب انتقالات في يناير ومنزوكيتش وكالوم ويلسون على رادار منشستار نروح من منشستر لنادي باردو انجليزي كان وصيف دول معانا معانا الاستاذ فوز الشانطوري ايوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوة السلام عليكم زكا حج زكا يا سيد محمد بسم الله بسم الله ده الوالد طبعا لو الناس مش عارفة بيبقى والدي الف مبروك لنجاح ومسا دي القعد كابتن محمد انت مثال الاجتهاد والدموع والصبر والاخلال عالية وقرأ بلت وزرعت وحزبت وان شاء الله بحاجة كل امانيك ومن نجاح لنجاح وتشكر القوامين على البرنامج وعلى مجهودهم ومجهودك الواضح اروفة تهلك دايما ورحمة الامن ووفات ويكرمك ويعلم اغذك ويغبو تبقى احسن اماكن ان شاء الله بسم الله ان شاء الله ان شاء الله وكل اخواتك بمسا عليك بشكر حبيب ربنا خليك شكرا 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 على رادار ريال مدريد اما ارسنال فيفوز بهدف ديفيد لويز على بورن موس وتشيلس يكتسح سويس هامتون اربعة واحد هداف الدورة الانجليزي حاليا تامي ابراهيم ثمان اهداف اجويره ثمان اهداف واوبا ميانج سبع اهداف ونجمنا صلاح اربع اهداف نطلع من الدورة الانجليزي للدورة الاسباني وبرشلونة يكتسح اشبلية اربعة صفر وميسي يحقق رقم قياسي في الدورة الاسباني اول لاعب في الدورة الاسباني يسجل لمدة 16 عام متوالي في القرن الواحد وعشرين هو ميسي اذا ميسي يعود ميسي اسطورة لن تتكرر مهما جاد الزمن بغيره كمان ريال مدريد بيفوز على غرناطة اربعة اتنين ويتصدر جدول الدوري عشان يبقى ريال مدريد 18 نقطة وبرشلونة 16 وهزارد يفتتح اول اهدافه مع ريال مدريد وكريم بنزيمة كالعادة لازم بيوبصم على كل كورة اذا المنافسة ستشتعل اصبح الريال في الاول والبرشل في التاني والمنافسة بينهم حتكون مولعة نار وهداف الدوري طبعا حتى الان هو بنزيمة بست اهداف خش على الكاليتشو الايطالي ومباراة الدربي ومباراة القمة والاصارة معانا كانت ما بين اليوفي وانتر ميلان طبعا الانتر كان الاول ويوفي كان التاني ولكن اليوفي ينتزع السدارة بجدارة بهدفين لريبالا وهيجوائين مقابل هدف لليوتارو لانتر ميلان عشان يسعد اليوفي ل19 نقطة ويتقهقر الانتر للمركز التاني ب18 نقطة هناك ملحوظة عايزة اقولها بالنسبة لكريستيان ورونالدو هذا اللاعب الاسطورة الاخرى اذا كان فيه اسطورة هي ميسي فهناك اسطورة اخرى هي رونالدو رونالدو هو اكتر لاعب في تاريخ دور الابطال اوروبا احرز اهداف احرز 127 هدف رونالدو هو اكتر لاعب شارك مباريات في دور الابطال فيها فوز 102 مباراة تخطى كاسياس 101 رونالدو ايضا فاز بخمسة دور الابطال رونالدو كمان هو اكتر لاعب في دور الابطال سجل في عدد من الاندية سجل في 33 ناد مش بس كده رونالدو كمان واخيرا هو أكتر لاعب صنع في دورة أبطال أوروبا أهداف برقم أربعين هدف رونالدو ميسي طبعا مفيش كلام ممكن يتقال عليهم وكأكبر خسارة للقرى العالمية طبعا سواء لما هيعتزل ميسي أو رونالدو وماعتقدش أنه هيجي حد زيهم لفترة كبيرة من الزمن عموما الدورة الإيطالية زي ما قلنا ريبري خد لعب الشه ودي ترتيب الدورة الإيطالية اليوفي الانتر أتالانتا نابولي روما آخر خبر معنا في الكرة العالمية وهو درب الغضب أو أكبر درب في العالم في قارة أمريكا الجنوبية ريفر بلاد يهزم بوكا جونيور بهدفين في ذهاب نصف نهاية الكأس لبريتادوريس وطبعا طبعا أنتم عارفين الريفر والبوكا واللي حصل السنة اللي فاتت في النهاية البطولة ذاتها والبونبوتش اللي تأجل لعدة أيام وطبعا هل هيقدر البوكا أنه يعود في ملعبه ويجسب 3-0 أو ما يعادل النتيجة ده اللي احنا هننتظره مع بعض هنطلع بقى دلوقتي تقرير نشوفه ونستقبل بعدين نجمل حلقة هوف ديفندر نادي الزمالك والمدافع الهداف لنادي الزمالك ومنتخب مصر كاتل حسام عبد المنعم تقرير من إعداد الأستاذ أمير عبد الرحمن ونرجع نستقبل ضيفنا مع فقرة السوشيال ميديا اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد ما شوفنا التقرير الجميل من إعداد الأستاذ أمير عبد الرحمن وبنرحب بقى بضيفنا الجميل نجمل منتخب مصر ونادي الزمالك السابق في الجيل الزهبي كابتن حسام عبد المنعم شرفنا ونوارنا حبيب حبيب يا كابتن محمد ده أنا مبسوط أن أنا موجود دي على زواء التوالي أفاقد أن أنا موجود معاكم وأنا مبسوط أن أنا موجود في الصحة والجمال دائما إن شاء الله حبيب ربنا نخليك وده شرف لنا موجود نجم بحجم كابتن حسام معنا في أول حلقاتنا في الصحة والجمال ربنا نخليك ودام في زيادة وربنا وفاك إن شاء الله ومنمج جميل ونزل تشاهد إن شاء الله بإذن الله تكون جميل إن شاء الله ربنا خليك شكرا كابتن حسين احنا هناخد دوقتي محاراتك فقط السوشيال ميديا وحاراتك هتعلق لنا عليها عليها سؤال الحلقة زي ما قلت لحضراتكم في البداية ما رأيك في ميتشو مع الزمالك حتى الآن هناخد بعض تعليقات لجمهور اللي شاركنا على صفحتنا على البيج كورة مع الشانطول كمانننا أليكس بيقول لو حتتكلم بالمنطق والعقل يبقى لسه بادري على ميتشو غير الحكم عليهم دلوقتي بالسلبة او الإجادة مش في صالح حد منهم الاتنين محتاجين الدعم فقط ثم تنتظر وجهة نظري طبعا نشكره لان ده جروب الاهل اليوم قد من جروب الاهل اليوم وطبعا دايما صبرت معنا فانا بشكره بوجده التحية من خلال البرنامج هنا كمان الاستاذ احمد بهاق بيقول مش هيكمل مش هيكمل الاسبوع السابع يعني هو قاصل مع السلامة شكرا ميتشو والا ميتشو كل الكلام على ميتشو الستاذ محمود حسن بيقول في الوقت الراهل لم يضع التشكيل الأنسب للفريق حتى تدوير اللاعبين غاب عنه التوفيق اما الستاذ محمود عطيها بيقول هيبقى قريب ان شاء الله هيكون السير ميتشو والدور زي ملكاو تحدي ايه رأيك يا كابتر يعني بعض الكومنتات اعتقد انه ممكن يكون فيها ايجابية شوية لانه اولا اولا لسه ما تقيمش يعني اعتقد ان ميتشو ما تقيمشي قوي زي فيلار فيلار اعتقد لعب مباراة افريقيا ولعب اكتر من مباراة هو داخل النهاردة في مباراة الستة المباراة الفاتت كانت مباراة الستة ليه في الدوري وبطرط الاخرى يعني ميتشو اكتر يا كابتر ميتشو لعب ثلاثة في كاسمات وافريقيا واحد وثلاث ماتشاط يعني ميتشو لعب سبعة وده لعب ستة بس هو برضو هو بيدور اللعيبة بيحاول يدور على التوليفة المزبوطة زي ما قلناك يا كابتر محمد بس هو برضو ما قدرش يوصل للتوليفة المزبوط زي ما بنقول حتى في نهاية مباراة افسي مصر اللي فاتت في الاسبوع الثالث ما قدرش يوصل للتوليفة المزبوط فحين المقارنة لفايلر وصل لمرحلة اعتقد بالنتائج اللي موجودة علي قوي لانهو وصل النهاردة للمباراة الستة على التوالي مكسب اللي انتجر باعة المباراة الاسوان خمسة مكسب يعني في سكور هاي سكور مع اداء متميز وده نحن نتكلم عليه ده من كابتر محمد شنطوري لازم يكون فيه اداء ولازم يكون فيه نتيجة فده واضح في النادي الاهلي ما واضحش اعتقد اللي لسه لحد الان في نادي زمن لازم اللعبة تركز انا نادي زمن كاوي يعني انا فلازم نلعبة بما اني نادي زمن كاوي اه بكام بحيادية بس برضو نادي زمنك لازم يركز قوي لعبة نادي زمنك اللي خصوصا انت عندك المباراة اللي جاية بعد منتخب طبعا هنتكلم حرفك معاه منتخب عنده ماتشي باتسوانة ماتشو ودي المباراة قبلها ماتش المتخب خراطعك عايز قولك الحاجة ميتشو كاس مصر قدم اداء ولا اروع اعتقد ان هو كان وصل للتوريفة في ماتش بيراميس اللي كسب فيه 3-0 وزاق وجمهور الزماجز يعني تلع للسامة جدع مزبوط اللي حصل بقى بخير بريطك انت كالعيد كورة كبير اللي حصل في دماغ ميتشو خلات 3 ماتشوات اللي بعد كده بلعب في الفرقة هو مش اللي حصل هو طبيعي زي ما بيعمل فيلر انا محتاج اني طارق حامد دلوقتي راجل مجهد محتاج اني اريحه تمام عندي فرجاني ساسي جنبه واخد انظارين محتاج اني اريحه مجهد برضو محتاج اني اريحه محمود علاء في الخط الدفاع محتاج اني اريحه مجهد وفي نفس الوقت عنده انظارين فانا كنت لازم يعني اول سلاح سوحدين انا محتاج اني اريح اللي اتن دول واعمل الروتيشن عشان اعمل مباراة افي سي مصر ان انا اغير الروتيشن لازم يبقى موجود الوينش لازم يبقى موجود عبدالسلام ده في الخط الدفاع لازم موجود في وسط الملعب زيزو ياخد شكل لازم كريم بامبو ياخد شكل امام عشور ياخد شكل فبالتالي هو معاوضات طبيعية كابتا محمد لازم اعمل الروتيشن الولاد دول بقى لو جاهزين تفرق قوي ده اللي كانت فيه الثلاثة اللي غابوا مفيش اعتراض على وجود الوينش وعم سلام ووزيزو ده اعتراضي وكريم بامبو كمان لكن انا اعطى لحدك سؤال مين هو الرباع الاساسي الامامي في نادي الزمال الرباع الاساسي ده اللي قدام محفوظ خلاص انا معروف ان فيه موجودش كابالا موجود بن شرقي موجود يوسف اوباما الناس اللي موجودة دي بس انا يا كابتن محمد لازم اعمل الروتيشن انا بألعب فاقش مبتولة كابتن بس انا بألعب الا انا بألعب بدوله في اول ست مσεويات مش اول ست مأشيات من عندي بطولات كتيرة كابتن لازم اعمل الروتيشن هقولي حاجة لازم اللعبه دي تكون بتتمرق وايس قوي وجهزة قوي عشان تؤدي قويس قوي اللعبه دي ممكن تكون متوترة ممكن تكون وقدة فكر زيادة وتركيز زيادة او عن النزوم على فكرة إحنا لعيب الكرة وعافين وحرك لعيب كرة وعائفة بصك اللعيب لما تلاقي يعني هندما نقول إيه يعني إيه في السماصر أنا آسف أنا آسف يعني من فرر محترمة جدا لسه صادة دورة ممتاز معها مدرب محنك مش وحش كويس كابتن مجد عبدالعاطش جي لنه كابتن عبدالعاصر محمد سوري كابتن عبدالعاصر محمد وبرضه أصوان نفس الكلام يعني برضه بما أنه هو لعب الأهلي عبدالعاصر محمد اللعيبة اللي موجودة إنت لازم تكون إنت بتتمرر كويس قوي يعني واحد زي كارين بامبو واحد زي محمد العب سلام واحد زي اللعيبة اللي بتلعب موجودة بين شرقب ونجم عمر السعيد وخصوصا إنت أعدت مصطفى محمد الرجل اللعيب المهاجم الأساسي يبقى لازم اللعيبة دي تكون مركزة تركيز العادي ما ينفعش أنا نفس الموسم اللي فاته كابتن محمد يحصل مع النجوم كان لسه برضو معترامي ليه لسه صعد برض دا ولا ممتاز وكسب الأهلي زمانك واحد صفر أنت النهاردة تعادلت واحد واحد وكنت ممكن لقدرة تحصل في نهاية الشوت التانية كابتن لما أحمد الشيخ ضيع انفراض يعني أنت حدك شايف دلوقتي أن لسه بدري طبعا لا أنت عايزي أجاوب على السؤال مهودة كده لسه بدري أنت أنا بكلمة على المشاهد طبعا لسه بدري طبعا على أن أنا أقايم مشو رجل لسه بيشتغل بيشوف النعيبة أنا بقول أنا بحب دايما أنا مكنتش مع جروس يعني أنا مكنتش مع جروس للموسم اللي فات ليه أنا لعبتي أنت مع رحيل جروس طبعا مع احترام أنه أخذ بطولة كنفوضرالية وكل حاجة بس عدماغي بفوق بس برضو أنا مش هقول كلمة روتشيشن عشان روتشيشن كلمة أول بسوشيال ميديا والإعلانات والإعلامات وكل كل الناس بتتكلم عن الروتيشن أنا بتتكلم على أن أنا بلعب فأكتر من بطولة أنا بلعب دوري كيس أنت أصدق أن هو جاهز أكبر عبد ممكن من العيبة لازم مش أجهز اللعبة دي يا كابت محمد لازم تتمرن كويس بقول لحرارك أنا لعبت مباراة الرجاء ولما جت هنا أنا مكنتش الموضوع لما جت هنا قبل رأي قال لي إيه قال لي خلاص إحنا تعدلنا هناك صفر صفر أنا محتاج هنا أكسب فأنا هشيلك وهلعب بجادة عددرية من قدام صح وفبور وأنا قبلت أن أنا أقعد فده يعني بالجدد ده طبيعي أن أنا أقعد فهو وضع لازم يعمله أنا لعبت بخطة هناك لازم هلعب بخطة تانية هنا خل وقبلت أن أنا أقعد وغربنا قرمنا وتمر عبد حميد دونجا جاب البطولة وكسبنا فزينا بتكلم عليه لازم اللعبية تكون بتتمرى كويس عشان أنا لازم هتلاقي نفسها اللي بتلعب طبيعي مبارات زي إيه في مصر أنا آسف للآسف يعني فرقة برضو لسه صعد الدورة الممتاز أنت خبراتك أعلى كريم بمبو بيلعب وعم حمد عبسلم بيلعب واللعب اللي بتلعب لازم وعمر السعيد ولازم ياخد فرصة ولازم يثبت وجودهم ما ينفعش أجيب جول ونام عليه لا أجيب جول أعيزك ترد على الأفطان نبيل الحلفاء وفي التويتر اللي هو كاتب آه كابتن أستاذ نبيل آه بيقول الدور المصري وبعدين بقى من أولها كده والفرقتين طب نستور بنفسين ولا إيه يعني هو أصدن الفرقتين اللي بنفسه الأهل يتعادلوا فبيقولك هو طب نستور بنفسين من بره ولا إيه آه ما هو عشان بيرمتز كان عامل حالة الموسم اللي فات وخصوصا السنة دي كمان تاني دور كمان فماشي كويس لا أعاز أقول لأ أستاذ نبيل حرارك طبعا محترم ورجل أهلاوي وجميل بس لسه بدر أه وعد دوري أنت بتتكلم أنا عملت الصحية يعني الصحية كابتن محمد لقيت أن الفرق كلها كلها قريبة كرية زي المسلم اللي فات بس هتلاقي السنة دي أشد كمان أكتر يعني ما فيش هل الأهل بس أولي تسعة بنت وهتاقي بقى لسه بدر جدا نحن نسه بالسبوع الثالث قضية اليوم تض كاف وأعادة مباراة الزمالك رأي حضرتك الكابتن الخطيب اعتذر عن الزهاب فيه ناس بيقولوا أنه هو مريض الله أعلم طبعا نحن نعرفش الموضوع وصل إيه أنت شايف أنه كان قرار صح وأصلا قرار الكاف باعات المباراة أنت شايفه كزمال كاوي مظبوط ولا الزمالك تظلم وفي فساد بالتعليل أفريق بص يا كابتن محمد أولا نال الزمالك عشان بحكم أنه هو الأرض بتاعته فهو متواجد في المباراة أيا كان في الأستاذ إذا كان في الأستاذ السلام أو برج العرب أو سبط تمام الحكام موجودة يعني أنا بكلم عن الحكام كمان موجودة يعني معنى كده يعني معنى كده الزمالك شرعي تماما الزمالك شرعي تماما والمشكلة أساسا باتحاد الكورة هو اللي بيخاطب الأمن بيخاطب الاتحاد الكورة باتحاد الكورة بالضبط فيا كابتا محمد أنا مفيش مشكلة بالنسبة لي حتى لو قرر نهارك النهاردة أعتقد يعني أو كان مبارح من عندنا ساعة 12 طبعا قرر كان مبارح يوم 8 في الشهر أعتقد أن الأمور وصلت أن المباراة معادة أعتقد أن نادي الزمالك واللعابة نادي الزمالك وجمهورنا الزمالك ألعب عادي ما فيش مشكلة ألعب لأن واثق في نفسي واثق في اللعبة بتاعتي لعبة مميزة أنا كمان المباراة هناك اتنين واحد ليهم فأعتقد أن احنا هنا يعني قادرين أن احنا نكسب ونكسب كمان بالسكور كويس لو اللعبة ركزت حتى لو في أي استاد في القاهرة أو في اسكندرية المهم اللي اللعبة تلعب المباراة أه أو لا إزا مالك تظلم ولا ما تظلمش أه أو لا أعتقد أنه تظلم تظلم شفت تويتر بتاعت الكابتين أحمد حسن بتاعت اختيار جهاز المنتخب لما قال كابتين أحمد حسن بيقول تم فرض بعض أعضاء جهاز المعاون على حسام البدري كان هناك تدخل من اتحاد الكورة لإحداث توازن بين الأهل والزمالك وهذا عكس ما يقول لعمر الجنائي في المؤتمر الصحب يعني هو بيقول أن تم فرض الكابتين أيمان طهر وطارق مصطفى وأنا أبسم بالعشر على كلامه انت رأيكي سليعا هو كان لازم يبقى بعد محمد برقات مدير الكورة وسيد معاود مدرب مساعد كان لازم يبقى فيه حد من ناد الزمالك برضو إذا كان طارق مصطفى أو أيمان طهر وأعتقد أن الاتنين جدارين هم موجودين ولو فيه كابتو حسن بدري إن شاء الله بإذن الله حتى لو هو فيه تجاوزات في حتة الجهاز فأعتقد لو هو نأى المنتقيات كويس أو بالنسبة للعبة المنتقى في مصر أعتقد أنه هو هنجح لأنه هو شخصية محترمة جدا لكابتو حسن حسن شخصية قوية أوي أوي ويعرف حسب كل الأمور جنش والمشكلة اللي حصلت في السوشيال ميديا اللي هو الله أطلب بمستحقاته فأنا عايز أقرأ لك جنش بيقول أعتذر عما حدث وأنا بعشق ناد الزمالك وجماهينه وتم الصلح بينه بين المستشار المتضب رأيك كيف هل كان جنش صح في اللي عمله؟ جنش هرد فعلي كان سريع جدا جنش زمكاء وأصيل وجمهور نازمالك بيحبه جدا من قبل ما يجي نازمالك وأعتقد أنه هو أدى نازمالك كتير ونازمالك إداله كتير وجمهور نازمالك بيحبه جدا كان شادت انفعاله وخصوصا هو مصاب ودائما المصاب دائما أنا قد عدت من مراحل زي كده المصاب دائما أنت عايز توقف في ظهره شوية فهي تويت تطلع كده من جنش إنه ما جنش زمكاء وأصيل وإن شاء الله ربنا يوقفها الرجليه ويرجع بالسلامة هو محمود عبد عزيزيز ماذا يمثل جمهور الزمائك لكتير حساب عبد المنع؟ عاش إيه جدا يكفي أن أنا لما كنت بنزل كرب الدهولة عبد المنع معبد المنع مدولي فدي شهادة أنا بعتزي بيها جمهورنا زماني الجمهور عظيم وجمه كبير أعتقد إن شاء الله بإذن الله يا رب إن شاء الله بإذن الله يفرح في مغارات اللي جاية إن شاء الله هل اتعرض على حضرتك اللعب اللي أهلي وأنت في الزمانة؟ هل تفاوضك؟ اتعرض بعد ساعة بعد ساعة واحدة لأن أنا مضيت مع الدكتور إسماعيل سليم في الشركة بتاعت شارير الدخان اللي هو الشركة الأصلية بتاعت شارير الدخان نفسها مع المهندس محمد بي الصادق الله أرحمه وبعد أما مضيت رجعت البيت مباشرة يعني ديت الجواز للدكتور إسماعيل سليم عشان أسافر هولندا مع مصر كورول وكنت في المنتخب في المركز الأولمبي في المعادي وكان عندنا معسكر وبعد ثلاث أيام حتى أخذ من البصبور وبعدها على طول بعد ما روحت والد اللي إيته بيقولي بشوانس عزيك يتكلمك عشان عايزك في الأهل وكده فروحت لدي الأهل وقعدت مع المشوهندس وقعتنا أنا خلاص مضيت في الزمالك وربنا وفاقني الحمد لله فضل ربنا وخد حضاش البطورة في الزمالك الحمد لله فضل لا يعني طبعا ده خبر حصري إلينا إحنا أول مرة نعرف الخبر ده طبعا إحنا نفرضنا مكناش نعرف إن لا أميرة أميرة في المعدة أكيد عارفة حاجة زي كده إن الحمد لله فضل ربنا واخد حضاشر بطولة لا إتناشر بطولة صحا يعني حضاشر من إتناشر بطولة ما تفرقش بطولة الحمد لله فضل ربنا من سنة تسعة و سعين لحد ألفين وثلاثة واربعة واخد حضاشر من إتناشر بطولة الحمد لله ربنا تريح حمد لله كيف ينقص نادي الزمالك عشان ياخد بطولة الدورة؟ عايز اللاعبة تحس بالمسئولية واللعبة شيكوبال أعتقد إنه هو عمل طفرة حلوة و dampen يبقى اللاعبة يعني أنه هو ابني من الأبناء نادي الزمالك يا رب إن شاء الله يكون موافقين أنا بحب نادي الزمالك جدا وعيش بكله сыلمالك وجمهورنا الزمالك بالأخص جميًا للي أنا بحبه جدًا واتمنى إنه هو دايما بأسعيد وفرحان وإن شاء الله تباريك ليناء الزمالك وجمهورنا الزمالك في موراك الأهل إن شاء الله فرص الأهل والزمالك في دور الأبطال شايفها إزاي؟ قوية لأن المدربين واللعبين على قاطر المسؤولية بعد ند الزمالك ما خادقهم في الدرالية بعد أن أهلي خاد الدوري أعتقد الفرقتين مع المدربين الصعادين الكويسين مع اللعيبة المميزة بس لو اجتهدوا هيوصلوا لمرحلة كويسة وأتمنى أن يبقى نهائي أهل الزمالك إن شاء الله تمنيتك في اللقاء القيمة فوز الزمالك توقعاتك أتمنى أن المباراة تطلع بشكل لايق باسم نهائي أعتقد أن الفضائيات كلها تتفرج على المباراة عايزين نطلع بشكل لايق عايز الجمهور يرجع تاني أعتقد أن المباراة مغير الجمهور بس عايز الجمهور يرجع تاني أن الجمهور ده هو اللي كان بيهز حسام عبد منعم وبيهز لعيبة كتيرة قوي قبل وبعد حسام عبد منعم يرد بيكون المباراة ممتعة للجمهور إن إحنا جمهور المصري دايما الأهل والزمالك بيحب الكرة الجميلة فأتمنى إن شاء الله بإذن أن يكون المباراة حلوة إن شاء الله السؤال الأخير فضل إيه روح في اختيارات المنتخب أولا أنا معرفش الاختيارات اللي حصلت إيه بس أعتقد أن كابتر حسام البدري هاي هاي مباراة طبعا بتسوانة مباراة بداية هاي الاختيارات معنا فضل الشناوي عواد وبسام رجب بكار أحمد فتحي محمود علاء بهر المحمدي أيمن أشرف عبدالله جمع محمد حمدي وأحمد حجازي طريق حمد والصلاية وحمدي فتح وعبدالله الصعيد وأفشا حسين الشحات عمر جابر محمد النين الترزيجيه وفي الهجوم حسام حسن وعمر السعيد وأحمد حسن كوكا لا إحنا هناخذ من الهجوم إنت رأيك كيف سلسل الهجوم كوكا وحسام حسن حسام حسن جاب جون جميل لأسبوع الثالث جون مكسب جون لوب كده حاجة يعني حداك شايف أن تقلق واحد زي خالد أمر ما كان شيء ما اشتحيان طبيعي لازم بص إحنا لسه بنتكلم على أول مباراة مع بتسوانة مباراة ودية لسه في الدور كتير أعتقد أن يا رب يا رب أخر دقاء مرة بحبه جدا على مستوى الشخصي لأن مهاجم بحب دقاء من لعب المقاتل لأن أنا كنت عند الملكة دي إحنا طبعا وقتنا خلص نشكرك شكرا جزيلا وعنواعب إن شاء الله بلقاءات تانية وفرصة تانية أكتر نشكرك جدا وشرفتنا ونورتنا عزيزي المشاهدين في كل مكان حلقتنا خلصت وفقراتنا خلصت انتظرونا إن شاء الله الصلاة القادمة الساعة 12 مساء على القناة الصحة والجمال لازم ومهم وضروري تنتظروا برنامج الكورة مع الشانطوري اوعوا تروحوا في أي حتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته